الحمد لله الملك العلام والصلاة والسلام على نبي الرحمة ورسول السلام سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام وسلم تسليما كثيرا فضل ليلة النصف من شعبات من المقرر ومن المعروف أن الله عز وجل يفضل بعض الأزمنة على بعض وبعض الشهور على بعض وبعض الأيام والليالي على بعض فالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ومن بينما فضله الله عز وجل ليلة شريفة هي ليلة النصف من شعبان ليلة أكدت النصوص النبوية على شرفها وجلالها وسمو قدرها وعلو منزلتها لما يفيد الله سبحانه وتعالى وتفضل به على عباده في هذه الليلة من ذلك ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح وهذا الحديث الذي يرويه الإمام بن حبان في صحيحه والإمام البيهقي في شعب الإيمان يقول فيه العلماء لو لم يرد في فضل هذه الليلة ليلة النصف من شعبان غير هذا الحديث الثابت الصحيح لكفى في العناية بشأنها والتأكيد على قدرها وجلالها وأنها ليست كغيرها من الليالي ومما يؤخذ من الحديث أيضا بعد التنبيه على فضيلة هذه الليلة وأنه يجدر بالمؤمن طلب المغفرة والرحمة من الله عز وجل والتوبة من الذنوب والآثام والمعاصي في هذه الليلة ومن أهم صور التوبة أن ننبذ أسباب الفرقة والعداوة والبغضاء والكراهية سيم بين الأقارب والأصدقاء والأصحاب لأن المشاحن هو الذي بينه وبين الناس شحناء بينه وبين جاره بينه وبين الزميل العمل بينه وبين أخيه هؤلاء لشؤم الشحناء تحجب عنهم مغفرة الله عز وجل التي تتنزل على عباده في هذه الليلة هذه الليلة ليلة شريفة مما يطفي عليها القداسة والبهاء والجلال أنها ليلة أو في نهارها حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة وده قول طائفة من الفقهاء وقال الإمام الطبري أنه قول الجمهور الأعظم هذه الليلة ليلة عظيمة نزلت فيها آية كريمة هي قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمه فذكر في نزولها أنها نزلت في ليلة نصف من شعبين مجموع هذه الأحاديث يبين لنا أن هذه الليلة ليلة عظيمة جدير بالعبد جدير بالمسلم والمسلمة أن يتحراها بالعمل الصالح بالصيام في نهارها القيام في ليلها ففي الحديث الذي يرويه الإمام الدار قطن وابن شاهين عن سيدنا علي كرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت ليلة نصف من شعبين فصوموا نهارها وقوموا ليلها فإن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى عباده لسماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتلا فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر هذه الأحاديث التي رؤيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعث فينا النهوض والهمة تجاه هذه الليلة لنعمرها ونستثمرها في طاعة الله عز وجل والقرب منه بالدعاء بالصلاة بالصيام بالصدقة بتلاوة القرآن بالتسامح والصفح والعفو عن المسيئين والمخطئين نشيع السلام نشيع الأمن والأمان فهي ليلة مباركة وليلة شريفة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينيلنا من رحمتها وأن يفيض علينا من بركاتها إنه نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين